الآن سنمر إلى فهم تغرات XSS بشكل تطبيقي طبعا في هذا الفيديو سأحاول أخذكم بخطوة الخطوة بشكل تطبيقي لتفهموا تغرات XSS بشكل مفصل ومعمق وكذلك شكل أفضل طبعا تكلمنا عن Reflected تكلمنا عن Stored وتكلمنا عن Dome طبعا سنبدأ بالReflected ما هي Reflected؟ قلنا Reflected فهي تعطيك نتائج مباشرة يعني تعرف أن التغرات موجودة مباشرة يعني لا تقوم بحجزها أو حفظها في الموقع فهي تطبع مباشرة على متصفح المستخدم يعني ما إن ترسل ذلك يعني اللينك أو ذلك العنوان الخبيط إلى المستخدم أو الضحية فهو يضغط على ذلك اللينك فهي تظهر له مباشرة ويتم تنفيذ ذلك الكود على متصفحه ومن هناك يمكنك تحميل أي برنامج خبيط على جهازه يمكنك تحويله إلى موقع خبيط إلى آخره إذن لنبدأ على بركة الله أول شيء مثلا لدينا هنا كما تشاهدون ذهبنا إلى XSS Reflected لدينا هنا أحد يعني الفورمز أو الخانات التي يوفرها لك الموقع لكي تضع اسمك أو تضع مثلا عنوانك أو تضع إلى آخره يعني المواقع تختلف نحن الآن سنذهب ونكتب مثلا مدرستك عندما نكتب مدرستك سنضغط Submit لاحظوا معي فهو يقول لي Hello مدرستك إذن نحن نريد أن نعرف إذا كانت هناك تغرط الأكسسس هنا إذن ماذا سنفعل سنقوم بكتابة Script Basit هذا السكريبت يقوم مثلا بأليرت ونكتب تاست مثلا سنقوم بالتاست ثم نضع سكريبت مرة أخرى إذن الآن ماذا وضع الناس قمنا بتجريب هذا الكود وهذا الكود وعبارة عن كود برمجي بسيط بلغة جاوا سكريبت إذن سنقوم بالتبع ونشاهد ماذا سيحصل لاحظ معي طبعا لي على الشاشة تاست يعني Reflected يعني مباشرة في نفس الوقت طبعا لي النتائج على الشاشة وهذا يكمل أين تكمل خطورة هذه التغرام مثلا لنفسها كما تلاحظون هنا في الأعلى لدينا هذا العنوان الطاول هنا ولاحظوا معي عندما ذهبنا Name تساوي فقد وجدنا أن الكود موجود هنا لاحظوا معي فهذا هو الكود الذي قمت بإدخاله هنا إذا لاحظت فهو نفس الكود الذي قمت بإدخاله هنا مع بعض الإضافات التي هي فقط إضافات يتم استعمالها في لغة HTML لكي يتجاوز بعض يعني characters أو بعض الرموز ولكن نحن الآن سنقوم بإزالة هذه ووضع هذا الكود هنا وأخذ هذا العنوان copy ماذا تخيل معي إذا قمنا بتغييل هذه التست هنا إلى كود برمجي خابت يعني كود JavaScript خابت أو موقع مثلا نقول مثلا أي موقع هنا نضع موقع مثلا hacked hacked.com لنفتعد مثلا هو ليس موقع ولكن نجرب ثم سنرسل هذا نأخذ هذا العنوان copy نقوم بحد مثلا هذا الموقع نذهب إلى موقع مثلا آخر نقوم بإرسال هذا العنوان إلى شخص في الإيميل ثم نضع له نقول له إضغط عليه ما أن يضغط عليه حتى تظهر له hacked.com وبهذا يمكنك يعني اختراق أو يمكن لأي شخص اختراق ذلك الضحية عن طريق تغرات XSS طبعا يجب أن تستوفر تغرات XSS حتى يتم استغلال هذه التغرات بهذا الشكل هذه التغرات موجودة في الآلاف من المواقع الآن ويتم تبلغ عليها يوميا في العديد من المواقع البونتيز مثل يعني مثل هاكر وان مثل باكبونتي مثل بوكراود إلى آخر فهناك العديد من التغرات XSS ولكن هنا ستفهم إن شاء الله كيف تشتغل وكيف يتم استغلالها إذن حتى لو أطل عليكم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو سنمر الآن إلى الفيديو القادم لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب تحت الفيديو لكي نتمم هذه الدورة إلى الآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة